معدلات التطخم تتزايد وأسعار السلع والاحتياجات الأساسية ترتفع بشكل غير مسبوق معاناة العائلات السورية تتفاقم خاصة في أماكن سيطرة النظام سؤال مهم يطرح نفسه بقوة كم تحتاج العائلة السورية المتوسطة للإنفاق شهرياً حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة؟ وهل تتأثر الأوضاع الاقتصادية في البلاد بما يجري في لبنان من مواجهات عسكرية؟ شهدت أسواق العاصمة دمشق ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والخضروات منذ بداية العام الجري وأصبحت العائلة السورية الواحدة المكونة من خمسة أفراد إلى ثمانية ملايين ليرة سورية وذلك بشكل شهري كحد أدنى للعيش في مناطق سيطرة النظام ورغم أن الخبراء افترضوا تكاليف المعيشة لعائلة سورية مكونة من خمسة أفراد عند هذا الحد ولكن عائلات كثيرة أكدت أن الرقم يقفز إلى ثلاثة عشر مليون ليرة سورية بسبب استمرار الغلاء وارتفاع معدلات التضخم إلى شكل غير مسبوق وفي حين تتعظم معدلات التضخم يوماً بعد الآخر بقى الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند مائتين وسبعة وثمانين ألف ليرة سورية شهرياً ما يشكل فجوة ومفارقة بين الارتفاع المستمر في الأسعار والتراجع المتواصل في القيمة الحقيقية للأجور بكل تأكيد وضع هذا الأمر عبءاً كبيراً على كاهل الأسر السورية وعمق من معاناتهم اليومية لقد طالت الارتفاعات جميع مكونات السلع الغذائية ونجت الخضروات بعد الشيء مع استمرار الغلاء في حين حافظ الخبز الحكومي على سعره ثابتاً رغم أزمة تأمينه في دمشق وريفيا على حد سواد وشمل ارتفاع الأسعار هذا العام أشياء كثيرة ومتطلبات أساسية في الحياة ومنها تكاليف السكن والمواصلات والتعليم والصحة وغيرها كما تشهد أسواق العاصمة ارتفاعاً إضافياً وغلاءاً في الوقت الراهن بسبب توافد السوريين واللبنانين الفرين من المواجهات العسكرية التي تعيشها المنطقة الآن خبراء اقتصاد قالوا إن الأحداث الحالية في لبنان ستؤثر سلباً في التضخم وستؤدي إلى ارتفاع معدلاته مجدداً بل وطالبوا بضرورة إصدار فئات نقدية أعلى من تلك الموجودة حالياً مثل فئات العشرين ألفاً والخمسين ألفاً والمئة ألف ليرة بشرط أن تحل مكان الكتلة النقدية المتداولة حالياً من دون زيادتها هذه الحاجة صارت ملحة بسبب معدلات التضخم العالية التي خفضت من قيمة العملة السورية مضطر الناس لحمل كميات كبيرة من النقود الورقية عند شراء السلع المعتادة وأما عن الدفع الإلكتروني يمكن أن يكون حلاً جزئياً للمشكلة لكن شبكة المدفوعة الإلكترونية ما زالت في بدايتها والبنية التحتية ليست بالمستوى اللازم إصدار أوراق النقدية من فئات كبيرة أمر تفرضه ضرورة التعاملات المعيشية والتجارية ويجري بناء على تحليل واقع التعاملات النقدية وتعد أسباب التضخم متشابكة منها عوامل خارجية مثل العقوبات الاقتصادية الغربية والتضخم المستورد بسبب ارتفاع أجور النقل الناجمة عن التوترات في البحر الأحمر وأيضاً العوامل الداخلية فتشمل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتأثير ذلك في تكاليف الإنتاج إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بتمويل المستوردات اشتركوا في القناة